Learn and play ألعب وأتعلم هيا بنا قصة إبراهيم عليه السلام وسارة مع الجبار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله وقوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وبينما هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها وقال من هذه فقال أختي فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخ فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناولها ثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق ومن الحديث الشريف يتبين لنا أن تلك الحادثة العجيبة قد حدثت في مصر حيث أكرم الله سارة ونجاها من الملك الجبار الفاجر والذي كان شهوانيا فاجرا مرتكبا للفاحشة ويلاحق النساء الحسناوات عن طريق حاشيته التي كانت كل مهمتها هي البحث عن النساء الجميلات وإحضارهن إليه طوعا أو غضبا ليفجر بهن وكانت السيدة سارة من أجمل النساء وأحسنهم وأمر الله سيدنا إبراهيم ليقول عن السيدة سارة بأنها أخته ليأخذها الملك وهناك يقدم الله لذلك الملك آية ومعجزة وليحق قدره سبحانه فستكون سارة في رعاية الله وحفظه ولن ينال منها الملك شيئا فكان سيدنا إبراهيم واثقا بوعد الله مسلما أمره له ولقد عصم الله سارة من فجور ذلك الملك بل قدم لها كرامة بارزة وقدم لذلك الفاجر الجبار آية على قوة الله وقدرته وعلى عجز ذلك الجبار فلما مد يده لها أول مرة قبضها الله وأطلها فعجز الملك عن تحريكها أو التحكم فيها فتعجب واستغرب لأنها أول مرة تحدث معه وطلب من سارة أن تدعو ربها ليطلق يده ولن يؤذيها ولما فعلت ذلك عاود الملك الكرة مرة ثانية ثم مرة ثالثة وعندها علم الملك أنه ممنوع من الوصول أو الاقتراب منها وأيقن بعجزه وأيقن وقتها بأن هناك قوة أخرى تحفظها وتعصمها وتحميها وهذا هو المراد وأراد الملك إكرام هذه المرأة المحفوظة العفيفة فقدم لها إحدى النساء لتكون خادمة لها وجارية عندها وهي السيدة هاجر وأعادها إلى إبراهيم معززة مكرمة عفيفة ومصونة عفيفة ومصونة